حررتها القوة العراقية المشتركة منطقة البوذياب شمال مدينة الرماد وتقدمت باتجاه منطقة البوفراج فيما تواصل تطهير منطقة التأميم يأتي ذلك فيما حذر تقارير أممية من قيام تنظيم داعش بقتل كل من يريد الهرب من المناطق القابعة تحت سيطرته من خلال القنص أو التفخيف أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقيها تقارير تشير إلى حملة عنيفة من قبل تنظيم داعش على الناس الذين يحاولون الفرار من المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم في العراق لا سيما عبر سلسلة جبال حمرين في شمال البلاد وذلك من خلال وضع الكمائن للفرين أو قتلهم قنصا وأفاد التغارير بأن داعش اختطف العديد من العائلات التي كانت في طريقها إلى تكريتا والعلم وقالت رافينا شمدساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان بجينيف إن عددا متزايدا من الناس يحاولون الهرب ويقومون برحلة صعبة جدا من المناطق مثل الشرقات ولحويجة عبل جبال حمرين من ثم إلى تكريت والعلم وكركوك مشيرة إلى مقتل عدد من الأسر خلال هذه الرحلة الشاقة من جانبه أكد وزير الخارجية العراق إبراهيم الجعفري أن العراق ينظر بعين الاهتمام والرضا إلى عمل بعثة الأمم المتحدة مبديا استعداد وزارة الخارجية لتقديم المساعدة لها من جهة أخرى أشاد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في بيان له من موسكو باستجابة روسيا لحاجات العراق الدفاعية لمواجهة قوى الإرهاب يأتي ذلك فيما كشف رئيس مجلس الشيوخ العشائر المنتفضة ضد داعش ترك الشمري عن ترأس وزير الدفاع خالد العبيدي اجتماعا مع القادة الأمنيين وشيوخ عشائر الأنبار قبيل مغادرته إلى روسيا مشيرا إلى أن الاجتماع تركز على معرفة أسباب عدم جدية الولايات المتحدة في حسم معركة الأنبار بصورة سريعة ميدانيا حرارت القوات الأمنية منطقة البوذياب شمال مدينة الرمادي العاصمة المحلية لمحافظة الأنبار من سيطرة داعش بقوات مكونة من طيران التحالف الدولي وطيران القوى الجوية العراقية والجيش العراقي